السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء المفكرون الصغار اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير باسمك اللهم نقوض ضروباً جديدة آملين أن لا نتعثر ونقف نحرص دائماً على قول أذكار الصباح والمساء كيف حالكم يا صغاري؟ بخير والحمد لله نأخذ مع بعض حضورنا لهذا اليوم ريان وليان غينة وراكان التركي وشمة وعد وتالة وجنان ونوف وعبد الرحمن طاهر وبتال وفالح نواف وباسم ودالية عزام وثامر الفيز ورسيل وقويس وأحمد ومتعب وناصر وعبد الإله وديالة وريم دانة وهمس وراكان مسعود إياد الأسمر وفايز عبد الرحمن البراك الجوري ترف نورة وسارة حمد مشهاب إياد النجعي ولارة شيخة القحطاني وسلمة يزن ومعاد جاسر ومهند وفيصل عبد الرحمن الاعتبي عمر البطيري تركي علي ثامر عادل وزيد وبيثان وتالة يوسف وأسيل وشيخ الدوخي وتوليد هؤلاء هم أصدقاء المفكرون الصغار من ربنا الله سبحانه وتعالى وعدد أسماء الله تسعة وتسعون اسم من أحصاها دخل الجنة الخالق الغفور الرحمن الرحيم من هو نبينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عليه الصلاة والسلام مع بعض النشيد الوطن نبينا محمد نبينا محمد أمه آمينة أبوه عبد الله مات لم يرى أبو طالب عمه كاني دافعاً سيدة حليمة مرضعة كريمة ما هو ديننا يا أبطال ديني الإسلام أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة سوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نحن أن يسكن أين يا صغاري في المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض ما هو حال طقسنا لهذا اليوم مش ميس عند نزول المطر ماذا نقول اللهم صيب النافعة من هو مؤسس من الكعربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله وملك الكعربية السعودية الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ما هو لو نعلم بلادنا أخضر وكتب عليه لا إله إلا الله محمدا رسول الله وشاهد في الأسفل سيف يدل على القوة والشجاعة مع بعض النشيد الوطني سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أحسنتم أيام الأسبوع سبعة أيام من الأمس الأربعاء واليوم الخميس تاريخنا 12 رقم شهرنا 7 واسمه رجب من السنة الهجرية 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كتابنا القرآن الكريم قال رسول سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تعالى في كتابه العزيز إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصده لعلكم ترحمون سورتنا لهذا الأسبوع سورة القارعة نحفظ من 1 إلى 5 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثود وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم ما هي تفاقية مع المعلمة ألتزم بالوقت وجلس بهدوء نغلق المايك والكاميرا وأنتظر دوري في الحديد وحدتنا لهذا الأسبوع يا أبطال وحدة الغذاء اليوم رح تكون معنا مراجعة لموحدة الغذاء تكلمنا عن الهرم الغذائي وهناه يهتوي على عدة أجزاء مهمة جسم الإنسان ومغذية لها من مجموعة الحبوب مجموعة الفواكه والخضار والحليب واللحوم وماذا؟ القليل من الحلويات أحسنتم جميعها تمدنا بماذا؟ بفيتامينات لطاقة الجسم منها النشوية السكريات الخضروات والفواكه واللحوم والألبان والفقوليات وكذلك الدهون والسكريات طبعاً قمة الهرم تكون كمية قليلة نتناولها ولا بد أن نحرص على تناول الماء وشرب الماء أحسنتم هناك الياب ومعادن وفيتامينات وبروتينات وكربوهايدرات ودهون أحسنتم يا أصدقائي نتنأخذ مجموعة من الفواكه مثل الفؤل والموز التفاح البرتقال والخضار من الجزر والطماطم والبطاطس كذلك نأكل من اللحوم ممكن الأسماك أو الدجاج مجموعة الحبوب والقامح منها الأرز والمكرونة والألبان من الحليب والزبادي كذلك كمية من الدهون والسكرية تكون قليلة لجسدنا ولا بد أن نعمل الرياضة وتناول وشرب الماء بكميات معتدي للجسم الإنسان وهناك آداب لتناول الطعام أولا أقول قبل الأكل بسم الله اللهم بايك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار نقوم بتنظيف يدينا من الجراثيم وغسلها نأكل باليد اليمنى ومما يلينا وإذا انتهينا نقول الحمد لله إذا كان لدينا طعام وفير ممكن أقصدق بعض الفقراء والمساكين أحسنتم هناك فوائد أديدة لمجموعات الغذائية كيف هو مذاق الليمون؟ حامض وكيف أشكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والله سبحانه وتعالى هو من أنعمل بهذه النعم ما شعوركم يا أصدقائي؟ سعيدين بتناول وحدة الغذاء ننتقل الآن إلى فترتنا التالية يا صغاري نطبق نطبق تمارين رياضية حتى تصبح أجسادنا قوية ونشيطة اتفقية مع المعلمة ألتزم بالوقت واجلس بهدوء نغلق الماك والكاميرا وأنتظر دوري في الحديث راجع حروف مع بعض ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين ص ضا طا ضا عا غا ثا في الفراشة أحسنتم معطة إذن حرفنا حرف الفا بالحركات فا فتحة في كسرة فو ضم أخذنا حروف المد فا ألف معها الفتحة فو الواو ما حضم في معها الكسرة الياء في العصور فارس أيضا نشاد هذه الاستراتيجية مجهزة المعلمة لنا بعدها رح نكمل يا أصدقائي كلمة فيل أي نشاد حرف الفا في أول الكلمة أحسنتم يا أفضال نكمل راجع حروف مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تعرفنا على رقم تسعة عشر ولدينا تسعة عشر خيمة كلمة الإملاء لهذا الأسبوع كلمة فيل نقوم بكتابة كلمة فيل ولدينا معلمنا الصغير لهذا اليوم فالح شكرا لكم يا أبطال ننتقل إلى فترتنا التالية أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي نأخذ بها قصة امشودة عرض أعمال اتفاقيتنا مع المعلمة أجلس بهدوء نغلق الماكو الكاميرا وانتظر ثوري في الحديث اليوم لدينا نشيد أداب الأكل تعوذ عند أكل الطعام بغسل يديك تسعد باحترام وسمي باسم الله سنبدأ لأكل وكل مما يليك إلى التمام ولا تتناول أكلا يسارا وحافظ يا بنيا على النظام وحين الانتهاء فحمد إلها فحمد الله في انفعل الكرام أحسنتم يا أصدقائي لدينا نشيد أداب الأكل من يذكر بأداب الأكل نغسل يدينا نقول بسم الله نأكل باليد اليمنى ومما يلينا وإذا انتهينا من الطعام نقول الحمد لله شكرا لكم يا أصدقائي ما شعوركم سعيدين وأنا سعيدة بذلك إلى اللقاء